موسيقى 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 هذه نشرة نخبارية مفصلة نستهلها بالعنوين موسيقى جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكدون مسؤولية ولي العهد السعودي عن قتل خاشقجي يطالبون بفرض عقوبات على السعودية موسيقى 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 وفد حكومة هادي يتوجه إلى السويد للمشاركة في المحادثات حول اليمن ووفد صنعاء يؤكد أن المفاوضات ستبحث الإطار العام للعملية السياسية موسيقى تل أبيب تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان تؤكد أنها لا ترغب في التصعيد العسكري موسيقى أهلا بكم كدر رئيس الأجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر إنه ليس لديه أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي أفق كوركر فإن مجلس الشيوخ سيتخذ خطوات مشددة بشأن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن في الأيام المقبلة ليس لدي أي شك في أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر بالقتل أو تابع عملية القتل أو كان على علم بما كان يحدث أو بما خطتها له مسبقا إذا كان أمام هيئة محلفين فإنه سيدان خلال ثلاثين دقيقة كمذنب إذن السؤال هو ما الذي نفعله حيال ذلك؟ حتى الآن إنه أمر مؤسف لكنني أعتقد أنهم يشعرون بأنه قد مضى لأن إدارة ترامب تعطت مع القضية بطريقة تمنح السعوديين حق الحصانة بدوره دعا سنتور الجمهوري لينتسي جرام إلى فرض عقوبات على الضالعين في جريمة قتل خاشقجي بموجب قانون مغنيتسكي خلال اجتماع في الكونغرس مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسفل اتهم جرام إدارة ترامب بأنها لا تريد الاعتراف بوجود أدلة على تورط ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي إذا كانت الحكومة السعودية ستبقى تحت إدارة هذا الرجل لفترة طويلة أعتقد أننا سنجد صعوبة بلغة في القيام بأعمال تجارية معه لأنه شيخ مجنون أعتقد أنه خطير وقد عرض العلاقة بين البلدين للخطر التقارير أظهرت أنه كان يركز على السيد خاشقجي منذ وقت طويل ولن يحدث ذلك بمحت الصدفة من دون طريقة منظمة تحت إشراف ولي العهد أطالب بفرض عقوبات على المسؤولين واستعمال عقوبات قانون ماجنيتسكي أريد أن يعرف العالم بأنه إذا أردت تعامل مع الولايات المتحدة وإذا حاولت دمج اقتصادك ببلدنا والقيام بعمليات عسكرية مشتركة فتوقع أن هناك أشياء ستواجهها إلى العاصمة السويدية توجه وفد حكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي للمشاركة في المحادثات حول اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة وفد صنعاء كان قد وصل استوك هولم برفقة المبعوث الأممي مارتين جريفاث والسفير الكويتي لدى اليمن خالد الجار الله على متن طائرة كويتية التوقيع النهائي يوم أمس من قبل الطرف الثاني أما نحن فكنا قد وقعنا عليه في منتصف الشهر الماضي والاتفاق هو اتفاق شامل وكامل لتبادل جميع الأسراء والمعتقلين والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية ومن دول التحالف سواء كانوا لدى الأطراف اليمنية أو لدى دول التحالف والاتفاق من جزئين الجزء الأول هو بنود الاتفاق والجزء الثاني هي آلية التنفيذ والتي هي مزمنة وستبدأ على مراحل ستبدأ من هذا الأسبوع إن شاء الله المشاولات ستكون إن شاء الله من أجل وضع إطار شامل وكامل للمباحثة المستقبلية والمفاوضة المستقبلية في هذا المجال أو الملفات وملف الرئاسة والأسر الوزراء والجنب الأمني والعسكري وفتح المطارات والميناء نعم وقضية الإنسانية سواء الحصار ورفعه أو بقية الجرحة أو ملف الأسراء والمعتقلين كل اللي حصلنا عليه يعني معلن أنه أولا ضمانت بالوفد الوطني ذهاب وعودته وكان صادق يعني أنه بالفعل جاء ليأخذنا وسيعود معنا هذا مسألة مهمة يعني هذه مسألة مؤمنة خروج الأسراء هذه أيضا استطاع أن ينجزها نتوقع وأنا متأكد هو وضع إطار عام للمفاوضات من أجل الشروع في العملية السياسية في التفاوض حول العملية السياسية عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي قال إن الظروف المتوافرة لمحادثات ستوك هولم لم تكن متوافرة خلال محادثات جينيف في مقابلة مع الميادين رأى البخيتي أن وفد حكومة هادي ليس لديه ما يخسره وأنه يؤيد استمرار الأزمة من يتمنع هو الطرف الآخر نحن نفضل أن نصل لمرحلة الحوار بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حلول شاملة هذه التجزئة للحوار ولمراحلة هي فرضها الطرف الآخر البخيتي أشار إلى أن حكومة صنعاء لم تلمس حتى الآن أي جدية للخروج من الأزمة من جانب ولي العهد السعودي وأمريكا وبريطانيا كما شدد على أهمية أن يكون الحوار يمنيا يمنيا الخيار الصحيح والمسار الصحيح للحوار هو أن يكون حوار يمني يمني بعودة كل المكونات السياسية لطاولة الحوار وفي هذه الحالة أي مكون سياسي يمني سيعطل الحوار أو يعرقل أو يضع شروط تعجيزية سيكون محلا لنقمة الشعب وغضب الشعب ولديه ما يخسره لكن للأسف الشديد لا يوجد لهذه ما يخسره أيضا أمريكا وبريطانيا لا زالت استمرار الحرب فيما سلحتهم كسوق البيع للأسلحة أيضا الحرب المنطقة يعني تضمن تفوق إسرائيل النوعي من جانب آخر توقعت المنظمة الدولية للهجرة يرتفع عدد المهاجرين عبر اليمن بنسبة 50% هذا العام مقارنة مع عام 2017 جويل ملمان المتحدث باسم المنظمة قال إن تزايد عدد المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى منطقة الخليج يتجاوز عدد من وصلوا إلى أوروبا هذا العام والذين فاق عددهم مئة وسبعة آلاف مهاجر إلى العراق حيث رفع البرلمان جلسة استكمال تصويت الثقة على باقي أعضاء الحكومة إلى الخميس المقبل آيات ذلك بعد أن أغفق أعضاء البرلمان في حسم التصويت على الوزارات الشاغرة في جلسة شهدت مشادات واعتراضات بين الكتل السياسية محمد الفهد مرة أخرى توقف الحسم بشأن الوزارات الشاغرة تحت قبة البرلمان العراقي رغم حضور رئيس الوزراء مع المرشحين وتحقيق نصاب قانوني لجلسة مجلس النواب مقاطعة تحالف سائرون والحكمة والنصر للجلسة واعتراض كتل أخرى على بعض الأسماء المرشحة كانت سببا لرفعها إلى الخميس المقبل هذا الأمر استغربنا لحقيقة أنه أنا أخذت مهلة شهر لتبديلهم أن يرجع لي بنفس الأسماء كانت هي هذه المشكلة الرئيسية فلذلك رفضنا الدخول إلى قاعة البرلمان وكان خيارنا أن نكسر النصاب الوزارتان الأمنيتان هما صلب الخلاف خلاف على ما يبدو بدأ يتعمق ما بين تحالفي الإصلاح والبناء الأخير مصر على مرشحه للداخلية ولا يتراجع والأول ماض بالاعتراض ولا يبدي أي مرونة للقبول لم يكن هناك توافق أو موافقة من قبل بعض الكتلة السياسية بمرور هذه الأسماء منهم حقيبة الدفاع والداخلية والعدل والهجرة سيناريو هذه الجلسة قد يتكرر يوم الخميس وفق النواب في حال عدم طرح بدائل لبعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية جلسة البرلمان العراقي الخاصة بتمرير الوزارات الشاغرة بدأت متعثرة وانتهت بالتأجيل بسبب الخلافات المحتدمة بين الكتل السياسية حول بعض أسماء المرشحين ولا سيما الأمنيين منهم محمد الفهد من داخل مجلس النواب العراقي ببغداد الميادين أعلن وزير الخارجي اللبناني جبران باسيل أنه بالاتفاق مع العراق سيتم العمل مع سوريا لفتح الطريق البري من لبنان إلى سوريا والعراق تسهيل عودة اللاجئين السوريين في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظره العراقي محمد علي الحكيم قال باسيل إن بحثا جرى في ملف اللاجئين السوريين تم تأكيد ضرورة عودتهم إلى بلادهم إلى سوريا حيث أفاد مصدر من ريف إدلب الميادين بأن القذائف السامة التي استهدفت حالب في الأسابيع الأخيرة قد تم تصنيعها وتعديلها من قبل خبراء فرنسيين مختصين بالأسلحة الكيميائية في غرفة عمليات تابعة لهم في جسر الشغور قبل أن تسلم هذه القذائف لجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني وحراس الدين وحركة نور الدين الزنكي المصدر أشار إلى أن قذائف أخرى تم نشرها في سهل الغاب جبهة الساحل في ريف اللذقية استعداداً لاستخدامها في حال بدأ الجيش السوري عملية عسكرية في المنطقة مستمرون بتقديم هذه النشرة لكن بعد فاصلاً قصير ابقوا من جديد أهلاً بكم قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو إنه تمت مشاهدة عناصر حزب الله داخل نفق بعد إدخال الكاميرات إلى عمقه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الإسرائيلي جادي آيزنغوت بشأن عملية البحث عن أنفاق حزب الله على حدود لبنان لفتا إلى اكتشاف النفق منذ عام 2014 معتبراً أن نية حزب الله كانت إدخال من سماهم مخربين إلى إسرائيل تل أبيب من مجلس الأمن الدولي طلبت عقد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان داني دانون منذوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة وعد بتقديم صور للأنفاق في وقت لاحق واتهم حزب الله وإيران بارتكاب جريمة حرب بسبب ما سماه الأعمال العدوانية إسرائيل تجري عملية محدودة ضمن الحدود لكشف الأنفاق الإرهابية التي حفرها حزب الله في جنوب لبنان وهي انتهاك للقرار 1701 إن مهمة يونيفل هي منع تواجد الأسلحة والبنى العسكرية في جنوب لبنان لكنها لا تفعل ما يكفي والجيش اللبناني لا يقوم بواجبه وترك الجنوب تحت سيطرة حزب الله الكاملة لكي يشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل لا مصلحة لإسرائيل بالتصعيد العسكري لكننا سنبذل كل ما يلزم من أجل حماية سيادتنا ومواطنين طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إدانة الانتهاكات ومن مجلس الأمن عقد شلسة طريقة لمناقشة القضية وإدانة ذلك التهديد الإرهابي كيف بدى المشهد صباح أمس على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة من الجانب اللبناني ملك خالد استعراض قوات الاحتلال على بعد خطوات فقط من الحدود مع فلسطين المحتلة لم يغير شيئا في إقاع الحياة الطبيعية هنا على الجانب اللبناني من الحدود والصورة تتكلم منذ صباح الباكر انشغل جيش الاحتلال بما وصفه باكتشاف وتدمير شبكة أنفاق مزعومة للمقاومة من لبنان إلى فلسطين المحتلة في أكثر من موقع حدودي إذا فيه نفأ فعلا وجودهم ما له اعتبار أبدا على الحدود يعني طمأن انتج مهور الإسرائيلي كيف بيطمنوه كيف بيطمنوه هؤلاء أعداء كيف بيطمنوهن وهذا أنا بيعتبر أنه من بعده إذا أثبت أنه فيه نفأ يثبت من بعده أنه فيه مئات الأنفاء إن كان في لبنان أو كان في غزة وهذا بده يعمل ردة فعل عند الإسرائيل يرجع إلى بلادهم على مدى ساعات طفيلة تعاقبت أليات الاحتلال ودورياته على زيارة مواقع الحفر بحثا عن الأنفاق المزعومة على الجانب الآخر من الحدود فيما كان الجنش اللبناني يؤكد استقرار الوضع جنوبا مثل ما فعلت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان أو اليونيفل الحركة غابت تماما عن سهل الحولة المحتل وحتى داخل المستعمرات وبينها منطل المحاذية لقرية كفركلة التي قيل أن أحد الأنفاق المكتشفة يبدأ من أحد بيوتها برغم أن وسائل أعلام الاحتلال كررت أن تعليمات خاصة لم تعد للسكان شمال فلسطين المحتلة وفيما استمر سكون المشهد في فلسطين المحتلة ما عدا في مواقع الحفر سخر اللبنانيون من تهديدات الاحتلال درع الشمالي تبدو من الجانب اللبناني كبلون اختبار أفشلته لمبالات لبنانيين وأقلة اكتراثهم بتهديد الاحتلال لثقتهم بتوازن الردع الذي أحدثته المقاومة ملك خالد جنوب لبنان الميادين كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جريمبلات توجه أمس برسالة إلى كل من المغرب وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت والإمارات ومصر وقطر لدعم مقترح قرار إدانة حماس قبل يوم من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفق هارتس فقد جاء في الرسالة أن معارضة السلطة الفلسطينية للمقترح هي نفاق لأن السلطة تعتبر حماس عدوا وفق تعبيره سبع مائة فلسطينيين مهددون بالإخلاء من أحد أحياء سلوان في القدس المحتلة بالدعاء أنهم يقتنون فيما يسمى الوقف اليهودي الذي تملك حق الوصايا عليه إحدى الجمعيات الاستيطانية هنا محاميد للوهلة الأولى قد يبدو هذا الحي كأي حي مقدسي عادي لكن الواقع يحمل في طياته تفاصيل أقصى إنه حي بطن الهوى الذي تستوطن فيه نحو ثلاثين أسرة إسرائيلية ويعبر المستوطنون في أزقته بحراسة قوات الاحتلال ليلا نهارا فسلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى تعد مسرح الاستيطان والتهويد الأخطر هذا البيت تبعي هذا الكراج هذا المدخل البيت تحت لأنه الدور الثاني وهذاك الباب الأزراء هذا بيط أخوي الثاني هدون أخذوه منه ب2015 هلأ بدأ أنه هذا كنيسة بيط كنيسة تعود القصة إلى أواغر القرن التاسع عشر حيث قطن هنا يهود يمنيون لبضعة عقود وسجل وقف يهودي باسمهم جمعية عتارة كهنيم الاستيطانية استولت على وصاية الوقف وعام 2002 قام ما يسمى الوصية على أملاك الغائبين بنقل ملكية الأرض إلى الجمعية الاستيطانية التي بدأت بملاحقة السكان الفلسطينيين بالدعاء أن بيوتهم تابعة لها ادعوا على هذه العائلات بشكل خاص على 84 عائلة لأنهم بنين على قطعة أرض 5 دنم 200 متر بطلبوهم بأوامر إخلاء في هذه القضية اتوجعنا للمحكم العليا ورفعنا قضية بأثم العائلات ككل نحو 700 مقدسي مهددون بإخلاء منازلهم في هذا الحي تستنزف طاقاتهم وأموالهم في المحاكم الإسرائيلية ليثبتوا أن نقل ملكية الأرض للمستوطنين غير قانونية باعتبار أن أبنية الوقف اليهودي القديم قد تهدمت أما الأرض فكانت تعد مشاعا بحسب الأنظمة العثمانية والأصل أنهم يحاولون إثبات بديهية حقهم في أرضهم هنأم حميد القدس المحتلة الميادين أشار الرئيس الإبناني ميشيل عون إلى أن ما جرى في الأيام القليلة الماضية من كلام وما استتبعه من ردود فعل لم يسئ إلى شخص أو فريق أو جماعة بل أساء إلى الوطن في كلمة خلال افتتاح المكتبة الوطنية دعون كل القيادات إلى أن تعي دقة الظرف وتوحد جهودها للخروج من الوضع الراهن ما سمعناه في الأيام القليلة الماضية من كلام وما استتبعه من ردود فعل لم يسئ إلى شخص أو فريق أو جماعة بل أساء إلى الوطن وإلى جميع أبنائه من دون تمييز وكأنه يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وهذا ما لنسمح به أبدا أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده رفض الطلب واشنطن الحوار المباشر معها ثمانية مرات العام الماضي والحوار غير المباشر ثلاث مرات العام الجاري من منطلق العزة والشموخ وخلال مراسم يوم الطالب الجامعي اعتبر أن إيران انتصرت سياسيا بعدما بات العالم كله يدين خروج واشنطن من الاتفاق النووي أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء من أجل ضمان حرية الملاحة في موديق هرمز هوك في مؤتمر صحفي في بروكسل أشار إلى أن إدارة ترامب طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية وفق تعبيره نود أن يقرر الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية والانتشار الصاروخي هذا تهديد خطير ومتصاعد ونحن بحاجة إلى إعادة عوامل الردع ضد البرنامج الصاروخي الإيراني وإلا فأني أعتقد أننا نواجه خطر اندلاعي صراعاً إقليمي إذا لم نفعل مجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى موقف بشأن شكوى بريطانية وفرنسية ضد إيران حول تجربة إطلاق صاروخ باليستي مزعوم مطلع شهر الجاري فيما أوضح المندوب الكويتي منصور الاعتابي أن المجلس اكتفى في جلسته المغلقة بالاستماع إلى إفادات الدول الأعضاء حول موضوع الشكوى وصفت المندوبة البريطانية كارين بيرس التجربة الأخيرة التي إجرتها إيران بالمتطورة أعلن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية في غضون ستين يوماً عازياً قرار الانسحاب إلى خرق المعاهدة من قبل روسيا روسيا لا تلتزم اتفاقية الصواريخ النووية لذلك نحن سنعلق التزاماتنا خلال ستين يوماً إلا إذا عادت روسيا لتنفذ التزاماتها ضمن الاتفاقية ولأكون واضحاً لدينا اتفاقية من طرفين التزامها طرف واحد هو ليس اتفاقاً بل عملية ضبط نفس وستراتيجية من غير المنطقي البقاء فيها لا أريد الحديث كثيراً عن سياسة واشنطن المستقبلية وأترك ذلك لوزارة الدفاع في تونس تعتزم كتلة الاتلاف الوطني في مجلس نواب الشعب التحول قريباً إلى مشروع سياسي يراهن على تحقيق الأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة يقدم مرشحاً جدياً للرئاسة عماد الشتارة من رحم نداء تونس وبالمشروع السياسي نفسه ورد الاتلاف الوطني أو ما يعرف بكتلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد كتلة هي الآن لكن في الكواليس تجري مشاورات حثيثة للإعلان قريباً عن مشروع سياسي وسطي منفتح على القوى التقدمية كما يقول القائمون عليه ويؤكدون أنه سيكون رقماً صعباً في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الفكرة الأصلية لنداء تونس نتحدث عن الفكر التقدمي هذا الفكر الوسطي لتونسيين سيد رئيس الحكومة سادة أعضاء الحكومة يكونوا في مقدمة وفي طالعة هذا المشروع كذلك النواب وكل القوى الحية من حليف رئيسي للنغضة في الحكومة الحالية يرهن القائمون على المشروع السياسي الوليدي أن يكون الخصم الأول لها رافعاً راية الحداثة معلناً أنه امتداد للحركة التقدمية في البلاد منذ الاستقلال رهان يبدو أن أبرز عائق يعترض تحقيقه هو إرث النداء القديم واحتمالات الصدام معه في المعترك الانتخابي بما يسمم الأجواء ويشتت الأصوات معركته مع النغضة ستكون حاسمة لكن ستكون معركة جزئية لأن المعركة الكبرية معركة وجود وحياة مع رئيس الدولة حالياً أعلان الأهداف سبق الإعلان عن التأسيس للمشروع السياسي الجديد الذي نشأ بحرب استفافات تحت قبة البرلمان قبل أن تتوسع في المقبل من الأيام إلى استفافات في معترك انتخابي ساخن مشروع سياسي جديد لتحقيق التوازن في المشهد السياسي للبلاد أم ورقة بديلة عن النداء من أجل منافسة النهضة في الانتخابات سؤال قد تفضي الإجابة عليه إلى تحديد حدود التنافس ومجالات التحالف وفرص النجاح أعمى تشترى تونس الميادي إلى العنوين جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكدون مسؤولية ولي العهد السعودية عن قتل خاشقجي يطالبون بفرض عقوبات على السعودية وفدو حكومة هادي يتوجه إلى السويد للمشاركة في المحادثات حول اليمن وفدو صنعاء يؤكد أن المفاوضات ستبحث الإطار العام للعملية السياسية تل أبيب تطلب من مجلس الأمن الدولي عقدة جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان تؤكد أنها لا ترغب في التصعيد العسكري تفاصيل أوفاء حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الانترنت باللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين شكرا للمشاهدة